أيها الأخ المواطنون مساء يوم أمس الأخ رئيس مجلس الوزراء السيدة محمد الشاعر السوداني بخطوة إيمانية مباركة لأنها تحث على اللحمة الوطنية والمجتمعية بين جميع أطياف شعبنا العراقي الكريم هذه الخطوة تحسب للأخ السوداني صراحة لأنه انتبه إليها وهكذا هو القائد اللي يريد يشتغل صح ويريد يبني المجتمع ويحصن تحصين سليم فاليوم لما نشوف الأخ السوداني يتخذ خطوات يفاجئ الآخرين باتخاذها هذا يعزز من مكانته كرئيس مجلس الوزراء مسؤول تنفيذ أول لكل العراقيين بعيدا على الهجمات اللي جاني نشوفها منصات تواصل الاجتماع للأسف هي هجمات اللي يصر على الأخ رئيس مجلس الوزراء الأخ السوداني هجمات سياسية بأذرع ما يسمى بالجيوش الألكترونية ليش لأن دي يشتغل لأن دي يشتغل والشغل ترى مو بس أسوي جسور وأسوي طرقات وأسوي مجسرات وأبني بنايات وأبني بيوت وأبني شقق لا الشغل أنه أسوي لحمة بين أبناء الشعب تعرفوني يعني خلقوا صاتقين يعني نكون واضحين أمام شعبنا العراقي الكريم بعد الاحتلال بالألف وثلاثة أهل السنة والجماعة في العراق كان عليهم مظلمة كبيرة كبقية أبناء شعبنا العراقي لكن هذه المظلمة إجاء المحتل الغاشم وإجت التنظيمات الإهرابية لتعزيزها من خلال الضربة على الوتر الطائفي فكان هذا الوتر الطائفي أنه صارت الكثير من المماحكات الطائفية ومن ثم ما بعد الاستهداف الإرهابي للإمامين العسكريين عليهم السلام ازداد هذا الأمر فصارت يعني محاولات لرأب الصدع وخاصة بعد تحرير مدننا من تنظيم داعش إرهابي شفنا محاولات كثيرة بعد 2017 لكن بعضها كان خجول في عام 2018 جلاب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة في العراق القاد العراقي عاد إلى العراق عاد حاط باعتباره هدف أساسي أنه تعزيز اللحمة الوطنية أن نحقق المساواة بين أبناء الشعب العراقي جميعا لنستطيع أن ننهض بالعراق ونبنيه ونبنيه مستقبله أن ننهي الملفات الشائكة ملف المغيبين ملف التهميش ملف السجناء الأبرياء أن نتجه باتجاه واحد للأسف الشديد أقولها لله لا الأخ حيدر العبادي كان قد المسؤولية من شار رئيس وزراء لا الأخ عادل عبد المهدي كان قد المسؤولية لعندما كان أيضا رئيس مجلس وزراء ولا الأخ مصطفى الكاظم كان قد المسؤولية لكن من تشوفون الآن خطوات الأخ السوداني هذا ليعزز ثقة أبناء شعبنا العراقي وخاصة أهل السنة والجماعة بهذا التعاون لهذا يشوفون جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله دائما ما يشيد بمواقف الأخ السوداني لأنه يعرفه يعرف أن هذا الرجل جاي حتى يبنيه ليس جاي حتى يهدم ولا جاي حتى يعزز الطائفية بالعكس جاي حتى ينهي الطائفية فاليوم لما راح إلى جامع أم القرى ليشارك نخبة من علماء الدين الأفاضل وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ الدكتور مشعال خزرجي رئيس ديوال وقف السني فإنه أراد أن يوجه رسالة عن أهمية أن تتظافر الجهود وشوف هذا اللقطة جيد أهميتها هذا اللقطة الآن جاي تعرض لكم هو بعد الإفطار كان هناك أيضا أداء صلاة المغرب بإمامة أحد رجال الدين الأفاضل من أهل السنة والجماعة فشوفوا هاي أهل وحدة الوطن قاعد سني وشيع واقفين سويا يصلون لله سبحانه وتعالى أن اللهم من بالخير والأمن والأمار على كل العراقين هذا اللي يخليني أقول إحنا الآن عندنا توجه صحيح يجب أن نبني عليه